بس النهاردة يا مؤمن بقى عندك أفضل حارسين مرمى في القرى الأفريقية بقى عندك محمد الشناو ومحمد أبو جبل أنت بكرة ما بقيتش عارف مين اللي يلعب أساسي محمد الشناو ومحمد أبو جبل بعد العظمة اللي عملها محمد أبو جبل في البطولة بعد العظمة اللي عملها محمد أبو جبل في مبراط النهاردة بعد العظمة اللي عملها في مبراط المغرب ومبراط الكاميرون محمد أبو جبل دلوقتي حارس عظيم من نهاردة هو أفضل لاعب في هذه المواجهة مواجهة السنغال في نهاية كأس الأم الأفريكي ولو سمحتوا يعني يا كاف حضراتكم وانتو بتحطوا تشكيل الأفضل في هذه البطولة لازم محمد أبو جبل يبقى حارس مرمى مع كامل الاحترام لميندي ميندي لم يختبر بسل أبو جبل ميندي هو أفضل حارس عفواً أبو جبل كان حارس أفضل حارس في هذه البطولة النهاردة نفرح بكل لاعب في منتخب مصر النهاردة نساند كل لاعب في منتخب مصر إيه محمد عبد المنعم ده يا جماعة محمد عبد المنعم ده من كم شهر كان احتياطي في المنتخب الأولمبي من كم شهر انت بتتكلم على أمام عشور بتتكلم على جزو يعني عموماً كل اللعيبة في منتخب مصر كانوا أبطال